مرحبا الاستقائي في مقطع جديد اليوم سأريكم جميع مهارات دريم ليغ 2023 وقبل ما يبدأ لسأول لايك والاشتراك والتعليق جميل منكم وهيا بنا ننطليق اوكي يا استقائي سوف نبدأ بالخمس المهارات المعروفة في دريم ليغ 2023 المهارة الاولى عندما تسحب للأسفل مهارة خرافية جدا عندما تسحب للأسفل يدور اللاعب حول نفسه وهذه مهارة خرافية مثلا هذا الهدف سحبت للأسفل ثم عملت لوب فوق الحارس اما عندما تسحب لفوق راح تعمل حركتين كل مرة يختار لك حركة عشوائية انا افضل هذه الحركة الاولى كما ترون هذه الحركة التي افضلها لانني تسهل علي لكي ارفع الكرة فوق الحارس بضغط على زر سي وهذه الحركة الثانية حركة ثانية لا اعرف ليس لديها اي نفع في اللعبة فانا افضل الحركة الاولى انظر يا استقائي هذه الحركة تسهل علي لكي اسجل لوب فوق الحارس لانه اصبح صعب جدا ان تسجل بسي ولكن عندما ترفع الكرة بهذه الحركة تسحب لفوق وتعمل سي راح تكون الكرة فوق الحارس متأكد انها راح تكون في الشيباك كما ترون غير مبرمجين عليها الحراس انظروا الحراس كيف يعملون غير مبرمجين اصلا على تصدي لهذه الكرة العالية اما عندما تسحب لليسار راح يموه ويراوغ لليسار عندما تسحب لليمين راح يراوغ ويموه لليمين وهنا كما ترى عندما تسحب لليمين راح يموه لليمين فهذه الحركات الخمس والان اصدقائي سوف اريكم الحركات الاخرى وهي الربونة والدابل كيك وحتى التمرير بزر الربونة الربونة ليس لتسديد فقط حتى لتمرير بالكعب وبكل شيء سوف اريكم بالنسبة الباصات المهارية راح تعملها اللعبة لك تلقائي عندما تضغط بي من فترة لفترة ولكن عندما تضغط ضغطتين على الشاشة راح تقدر تمرر بنفسك الكرة بالكعب او بربونة ولكن يا أصدقائي لا تعملوا هذه الحركات بالانلاين لان التمريرات غير مضبوطة وقوية جدا يعني هذه الضغطتين معمولة للتسديد وليس للتمرير فانا اعملها الان للتمرير وكما ترون يعمل رابونة ويعمل هذه الحركات كما ترون فيا أصدقائي لا تعملوا هذه الحركات فقط في التدريب هناك مساحة كبيرة ولكن غير مضبوطة جدا والان يا أصدقائي سوف اريكم في التسديد كيفية عمل الحركات في التسديد عمل رابونة وعمل بالكعب ودابل كيك وكل شيء والله يا أصدقائي عندي ساعة وأنا أعدت سجيل بسبب هذا الكلب فالبعض راح يقول اضغط مرتين على الشاشة واللعبة راح تختار حركة عشوائية ولكن لا يا أصدقائي فاللاعب راح يعمل الحركة على حسب تمركزه وعلى حسب من أين جاءتها الكرة مثلا في لعبة 2023 لاعبون رأس صاروا لا يتفلسفون راح يسددوا الكرة بأسهل طريقة مثلا إذا مررت الكرة للاعب في رأسه راح يسدد الكرة برأسه حتى لو ضغطت مرتين ضغطتين على الشاشة راح يسدد الكرة برأسه ولا يعمل حركة فنية لأن الكرة أسهل عندما يسجلها برأسه لأن الكرة أمام رأسه فلاعبون رأسه ليتفلسفون والمغزى أن لكل حركة لازم تمرر اللاعب في مكان معين ولازم يكون متمركز بتمركز معين رح أقول لكم لكل حركة وين لازم تمرر الكرة وكيف لازم يكون متمركز المهاجم واحد الدبل كيك لازم تمرر الكرة من جهة خطة تماس أو من خلف اللاعب ولازم تكون الكرة خلف اللاعب وهو يكون عاطي ظهره للحارس والأهم لا تكون الكرة أمامه لأنه رح يعمل حركة العقرب وهي حركة نفس دبل كيك ولكن يلعبها بالكعب وهذه الحركة أسهل من دبل كيك العادي وهي أشهر في اللعبة أما لعمل تسديدة بالكعب لازم تمرر الكرة من خلف المهاجم وهو عاطي ظهره للحارس وسهل جدا هذه الحركة أن تعملها أما الحركة الرابعة وهي حركة الرابونة لازم تمرر الكرة من جهة خطة تماس والكرة أمام المهاجم وهو يختار إما يسدد تسديدة عادية أو يعمل رابونة ولكن ثمانين بالمئة رح يعمل رابونة ويمكن تسجيل حركات مع تسديدة مثلا استحب لفوق ثم تضغط مرتين وأنت حر أو تضغط سي المهم يمكنك الإبداع عندما تمزج هذه الحركات مع بعض وشكرا لكم إسقائي المشاهد لسه واللايك والاشتراك وتفعيل جرس رسالكم كل جديد وتعليق جميل منكم وإلى اللقاء